قطر عاملة شكوى دولية الحصار والمقاطعة والدول الرباعي مصر والإمارات والسعودية والبحرين خنقوني تعبوني طب أنا عايزة أتفاوض ومن غير شروط مندوبة قطر باعتة بتقول يعني إيه أنا عاوزة أهو في رسالة لمجلس الأمن قطر تجدد دعوتها لإنهاء المقاطعة زي ما حضراتكم شايفين سينين برضو زي على الخبر النهارد قالت المندوبة يا جماعة إحنا مستعدين نعود من غير أي شروط إحنا مستعدين قطر بتقول كده يا أخوانا يا أهل العالم يا أمم يا متحدة نعم يا مجلس أمن نعم خلاص إحنا جينا لأمس أكتاف وإعنا على الأرض عايزة إيه قطر عايزة تصالح وهتصالح من غير شروط وهعد أتفاعد من غير شروط قدامكم مشوارت ويل قوي عشان توصلوا للمرحلة دي لكل القطريين نهارده كل وسائل إعلام العالم كله بتتكلم عن الكلام اللي قالته مندوبة قطر لمجلس الأمن طب ما كان من الأول يعني إيه اللي وصلكوا للمرحلة دي إحنا بقى مش هنتصالح إحنا ما بننساش الموضوع مطول وقصة قطر دي مطولة ولسه هنشوف إيه اللي ممكن مصر والإمارات والسعودية والبحرين يعملوه في هذا الأمر خاصة بعد الرسالة التي وصلت لمجلس الأمن قطر تستنجد فيها وتطلب أن تجلس للتفاوت دون أي شروط عشان تتصالح مع الرباعي العرب اشتركوا في القناة